أستراليا تدشن اتفاقية الغواصات المثيرة للجدل مع الولايات المتحدة وبريطانيا. الاتفاقية التي وقعها وزير الدفاع الأسترالي وديبلوماسيون بريطانيون وأمريكيون تسمح بتبادل المعلومات بشأن الدفع النووي البحري بين البلدان الثلاثة. رئيس الوزراء الأسترالي قال إن بلاده ستفي بالتزاماتها بالكامل بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مشددا على أنها اتفاقية مهمة للغاية لأمن أستراليا في المستقبل. هي المرة الأولى التي ستشارك الولايات المتحدة وبريطانيا هذه المعلومات مع دولة ثالثة وهو أمر يتوجب علينا حمايته. كما أن أستراليا لطالما سعت للحصول على مثل هذه المعلومات وأخيرا حصلت الحكومة عليها. ومن المفترض علينا حماية الوصول إلى هذه التكنولوجيا الدفاعية والمعلوماتية الهامة جدا. مصلحة أستراليا فوق كل شيء. المبدأ نفسه الذي اتبعته كامبيرا حين قررت الانسحاب من اتفاق بعشرات المليارات من الدولارات للشراء غوصات فرنسية لصالح صفقة الغوصات النووية التي تعاقدت لشرائها مع واشنطن ولندن في سبتمبر الماضي. خطوة أثرت غضب باريس التي استدعت سفيريها بواشنطن وكامبيرا معالنة عزمها إعادة صياغة التحالفات وفق المبدأ نفسه المصلحة العليا. قبل أن تعود الاتصالات بين باريس وواشنطن وسط جهود على أعلى مستوى لاحتواء الأزمة. بكين المعنية بالاتفاقية الدفاعية بين الدول الثلاث بشكل مباشر دخلت على الخط حيث وصفت التحالف بأنه تهديد لاستقرار المنطقة. كما عبرت الصين عن قلقها من أن تؤدي مساعي كامبيرا لبناء غوصات نووية إلى صباق تسلح نووي في المنطقة. ويتزمن توقيع الاتفاقية بين الدول الثلاث مع تحذيرات أمريكية من التحركات الصينية في المحيطين الهندي والهادئ. حيث جددت واشنطن تشديدها على ضرورة العمل بوتيرة أسرع لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.